شراكة مصرية فرنسية من طراز خاص تعاون اقتصادي على اعلى مستوى خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية ووفد رفيع المستوى من باريس للقاهرة مناقشات عديدة خلال اجتماع انضم وفدي البلدين في مجالات الطاقة والمياه والموانئ والزراعة والصناعة والدواء والنقل علاقات متميزة ترسخ لتعاون المستمر بين مصر وفرنسا في ظل ازمة يموج بها العالم مصر وفرنسا تربطهما صداقة قوية للغاية قابلت اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي وكان للاجتماعين نتائج مثمرة تعلمون اننا نواجه اوقات صعبة خاصة مع ازمة اوكرانيا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يدعونا للوقوف معا من اجل مواجهة تبعات الحرب تعاون وجد طريقه عبر توقع اتفاق تمويل مع الجانب الفرنسي لتصنيع وتوريد خمس وخمسين قطارا مكيف الهواء للخط الاول لمتر الانفاق القطارات الجديدة تعازز من تطوير محور مهم للنقل ومواكبة احدث وسائل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ومن الخط الاول للخط السادس توقيع مذاكرة تفاهم مع تحالف فرنسي بخصوص اعمال الانظمة والسكك الحديدية وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة توجيهات رئاسية لاستكمال تنفيذ شبكة متر الانفاق والخط السادس يبدأ من منطقة الخصوص حتى المعاد الجديدة بعدد 27 محطة فيما صار موازي للخط الاول لمتر الانفاق الرئيس الفرنسي ومعه الحكومة الفرنسية حريصون على الوقوف الى جانب مصر ودعمها في مختلف المجالات ركزنا اليوم على عقود انشاء خطوط متر الانفاق الجديدة اضافة الى عدد كبير من مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها خاصة في اسعار السلع الاستراتيجية وتأتي مراسم التوقيع على اعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاتثماري بين البلدين فالاتفاق يتضمن تشكيل اللجنة الصناعية المصرية الفرنسية لتطوير قدرات الانتاج الصناعي وخلق فرص العمل فتح افاق اوسع للتعاون وتبادل المعلومات وزيادة حجم المشروعات بين البلدين واقامة شراكة قوية تنهض بقوة البلدين الاقتصادية حماد العربي التلفزيون المصري